منحناك أصواتنا ولم نمنحك ثقتنا وسنسحب الثقة من بعض الوزراء بعد تنصيب الحكومة على وقع هذه التصريحات نالت حكومة هشام المشيشي الثقة في مشهد نادر يشي بأن الحزام البرلماني الذي يسندها ليس متينا هناك تحديات اقتصادية كبيرة الحكومة أتت كحكومة انقاذ اقتصادي وبالتالي من سيعرق العملها سيكون أساسا في مواجهة مع الشارع فمع نيل الحكومة الثقة اشتعلت الحرب الكلامية بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب الرئيسية صوتت لها كالنهضة وقلب تونس ساءت اليوم لأتحدث عن الخيانات وعن الاندساسات وعن الارتماء في أخضان الصهيونية والاستعمار مشهد متوتر قد يجعل فرضية سحب الثقة من الحكومة بعد أشهر قائمة بقوة لكنه يعتمد على حسابات الأحزاب المعارضة لقيس سعيد وعلى تكتيكات الرئيس ولسيما بعد حديثه عن حلول دستورية للتعامل مع فرضية إسقط الحكومة ليس بينها حل مجلس نوى بالشعب أعتقد أن هذه الحكومة ستكون بمثابة الحل الظرفي للأزمة السياسية في انتظار توافق الأحزاب السياسية الكبرى والكتلة البرلمانية الوازنة على آخر الطريق الإصلاحات الكبرى والمثيرة للجدل الموضوعة على عاتق الحكومة تتطلب سندا سياسيا وتوافقا كبيرا يغيب عن المشهد في الوقت الحاضر إلا إذا تغير المشهد كليا واختار المشيش دعم الأحزاب بعيدا عن الرئيس الذي اختره لا متابعون أن حزبي النهضة وقلب تونس لن يطالب مجددا بإسقاط الحكومة قبل تهيئة الأرضية للسيناريوات البديلة أي تنقيح القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية لقطع الطريق على الأحزاب الصغرى وعلى رئيس البلاد مراد الدلنس تونس الميدين